اشتركوا في القناة في كاس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عاما بالطيران المغربية وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر وكان فوز لقجع رئيس الاتحاد المغربية لكرة القدم أعلن في تصريحات عبر إذاعة راديو مارس النبيعة المنتقب المغربية للناشئين لن تنتقل إلى الجزائر للمشاركة في كاس إفريقيا تحت 17 سنة المقرر إجراؤها شهر أبريل المقبل إلا في رحلة مباشرة على متن الخطوط الملكية الجوية المغربية ما قد يكرر الأزمة التي اشتعلت بعد تخلف المغرب عن المشاركة في نفس بطولة إفريقيا للعبين المحليين التي جرت بالجزائر بين شهرية يناير وفبراير وتوجى بلقابها المنتخب السينيغالي وأضف فوز لقجع عن الاتحاد المغربية لا يغير مواقفها ويتشبت بتطبيق القوانين التي تنظم البطولات الرسمية المنضوية تحت لواء الاتحادين الإفريقية والدولية وتابع قائلا جميع المنتقبات العالمية تختار الطريقة التي تسافر بها بعثات منتقبتها للمشاركة في المنافسات الدولية الرسمية ولا يجب أن يكون هناك استثناءات لإرضاء طرف على حساب آخر القوانين واضحة ويجب احترامها هذا وفي ذات الصياق صرح مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم أن المنتخب المصري للناشئين قد يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالجزائر الشهر المقبلة في حال عدم مشاركة المنتخب المغربية وأكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرية أنه في حال اعتدار المغرب عن عدم المشاركة في كأس الأمم فإن منتخب مصر جاهز لخوض البطولة بدلا منها وأكد ذات المتحدث أن المنتخب المصري للناشئين يضم عناصر وعيدة وإذ شارك في النهائيات سيحقق نتائج جيدة وكان المنتخب المصري قد أقصي في تصفياته بعد الهزيمة أمام ليبيا والمغرب والفوز على تونس نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء